الكلامبات يا جماعة الكلامبات عندنا الكلامبات اللي هي مطابقة للمواصفات البريطانية الكلامبس بساعتنا هتلاقي منها نوعين أساسيين هما إيه اللي هو A و B كليبسات السألات أو كلامبات السألات النوع A يا جماعة ونوع B لو الكلامب ده بيتوافق مع المواصفات A أن 74 تمام المفروض A دي تشيل حوالي 600 كيلو ده الكلام بالضبل والمناسبة والمتحرك أو السويفل أو اللي بيسمونتو في الدارك بتاعنا الصينية تمام طيب البي هيبقى أكبر 900 كيلو جرام تقريبا أنا بطبع أن هو كما يعني أرقام دي تقريبية عشان أسهل عليكم الأرقام 600 كيلو 900 كيلو في طبعا الكلاس B أو النوع B بيشيل أحسن من A تمام في الكلام بات سواء الضبل اللي هو السابت أو المتحرك اللي هو الصينية أو السويفل تمام يا جماعة طيب ده لو مطابق للمواصفات البريطانية ولازم يبقى معها ورقه تمام طيب واحد قال لي طيب أنا جبت كلام بات يا باشموندس ومش باين لي فيها ان كانت ايه ولا بيه ولا كذا ولا كذا الأساس عندنا مين؟ الأساس المصنع المصنع بتاع الكلام بات ده لو جايبها لك بشكل سليم من مكان محترم المفروض يجي معاه ورقه اللي هو بتسميه مصدر الورق مصدر المصنع ورق الورجين اللي هي الشهادة المنشأة بتقول لك الشهادة دي من مصنع الكلام بدا نوعه ايه والجريد ايه ويشيل قد ايه ده المصدر بتاعنا الاساسي يا جماعة محدش يحفظ حاجة طيب والله أنا عندي ورق يقول ان هو ايه 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 ده ايه ولا بيه فساعتها اه ممكن نحكم عليها اقولك ان دي 600 او دي 900 او هاتفا بس الاساس عندنا فين؟ اساس عندنا في المصنع والارقام دي جايدنس لينا لو احنا هنمشي على الحاجات دي احنا معظم الكلمات اللي عندنا المفروض بنجابها من برا بتبقى طبقا للمواصفات البرطانية بس خلي بالكم ان في حاجات بيخش فيها الصين الهند الكلام ده كله ما تضمنش مستوى الكلام بات فبعد اذنكم اكدوا على موضوع الكلام بات ده بشكل قوي اوي عشان حضرتك ما تصدمش كلام بوهي طق منك تلف تلف بمفتاح بتاعك تلاقي الكلام بتاعك ضرب تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبة للكلام بات برضو بشكل عام وطبعا كل كل كلام بليه طبعا ورقه وليه استخداماته وهنلاقي بقى طبعا فيه كزا نوع من الكلام بات اللي هي البابل والسويفل واللي هما بيسموه البورد كلامب او الفراشة واللي هو النص كلامب او الهاف كابلر او بيسمونه الكافة بتاعات اللي هو اللي بنحطه على بين العرضة والبير والعرضة والرنر والحاجات دي كلها تمام؟ طيب ترجمة نانسي قنقر